عايزة ابدأ معاك بالحالة اللي احنا فيها دلوقتي كلام كتير طول الوقت على الكرة القدم النسائية في مصر الناس بتتفرج بقيت تتابع بقيت تتفرج على الدولة بتاعنا تحس انه الدنيا فيها رواك شوية فيها حركة شوية احنا عنا فترة طويلة واكيد انت عنيد كتير سنوات عديدة انه محدش حاسس بكرة القدم النسائية في مصر كانش فيها اي تطور بدأنا ناخد خطوات جاية ده فيها لامس ده؟ طبعا اللامس ده وكل المتابعين اللامسين واللي كانوا بيشتغل في المجال يعني بس خلينا نبدأ يا سيد كريم بالذات في التحديد السنادي يعني السنادي نظرا لدخول الاهل والزمالك والاندية الشعبية زي الاتحاد السكندري والمصري وان شاء الله المحلة بحصل رواج للعبة وخاصة هم القاطرة اللي هي بتشد الكورة دائما هي الاهل والزمالك صحيح شنجا مهلية الكبيرة يعني وده يمكن رجعنا لان انا اقول كل الشكر للاتحاد الافريقي الحقيقة اللي هو وصل الاندية انها تجبر خلينا نقولها بمسمياتها تجبر على انشاء فرق نسائية علشان الرخصة بمعنى ان ما فيش حد كان ليه دور في انشاء هذي الفرق الا الاتحاد الافريقي بالاجبار اه تقصد انه الكلام ده بصراحة يعني لا الاندية الجماهرية لكن هتعمل نشاط كرة القدم نسائية ولا قصة ان اتحاد الكرة هو اللي خلى الاندية تحرك هو الكاف عشان الزمهم بدا بالزبط الاتحاد الافريقي مش هيقدر يجبر اي نادن يعمل فرق براعم مش هيقدر يقوله اعمل لي فرق ما مش هيقدر فالاتحاد الافريقي هو اللي دلوقتي هو المتبني كان القصة دي من 3-4 سنين وانا ممكن قلت الكلام ده ونبهت على الاندية الكبرى انها لازم تبدأ تشتغل على قطاع البراعم وتعمل اكاديميات مخترمة اكاديميات مؤثرة انها تطلع بعد كده اجيال بدلا ما نحتاج نشتري ونحتاج نجيب محترفات ونجيب 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 وده بالاخر حيصب لصالح المنتخبات فاذا لما جي احنا دايما بنيجي متأخر احنا بنيجي بس متأخر لازم اجيب فقط اللحظة اه رمضان عارفينه من سنة بس نيجي نقولك احنا لسه بنصور نهارده صح فاحنا دايما بنيجي متأخر طب ما عندنا ثلاث سنين اربع سنين نعمل اكاديميات ونبدأ نشتغل على الفايل ده للأسف ما حصلش بدأت الاندية بتجري بتلهس بتدور على لعيبة المتاح من اللعبات مش بكم الاندية اللي عايزة طبعا فبدأنا ندور على لعبات من فلسطين على اساس ان هم بيتعاملوا معاملة المصريات صح الافرقى بدأنا نجيب الاندية طبعا اسم النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يظهر بشكل غير مناسب لاسمه وتاريخه وقيمته نفس الشيء لنادي الزمالك فبقت الاندية كله الاسعار بدأت تعلى طب هل احنا كنا مستعدين لليوم ده انا اعتقد لا ما كناش مستعدين حتى في زاعة المباريات انا لاحظت ان كان كم كبير جدا جدا من الانتقادات والنواحي السلبية في الفرجة على المباريات من الجمهور لان اول مرة يتفرج احنا جمهور متابع للرياضة النسائية خد بالك يعني انا مش عايز ازلم الجمهور ويقول متنمر ومش متنمر لما هو بتفرجوا على ماتشات طيرة نسائي وبتفرجوا على باسكت نسائي محدش تنمر على البنات دول متعودين يتفرجوا اشمعنا كرة القدم اللي تنمروا لان في اخطاء بتحصل واحنا ما كناش جاهزين بمعنى يعني انا كنت متخيل ان طالما فيه دوري يبقى الاندية لازم تدور على ملاعب مقفولة ملاعب مش ملاعب تدريبية ملاعب مقفولة النهاردة الجهاز الفني الاحد الاندية كان قاعد والمات شغال رجله على خط الاوت تفصيلا مهم الاعداد كبيرة بتاعت الاجهزة على الخطوط الازاعة جايبة اصوات بتاعت الاجهزة والانفعالات وفيه انفعالات بتطلع لائقة وفيه انفعالات ممكن ما تبقاش لائقة فيه تصرفات من بعض الاجهزة يمكن لا احنا لازم نكون على قد الحدث عشان احنا بننقل صورة للعبة عايزين نكبرها عايزين يبقى فيه رعاة ليها عايزين يبقى فيه بدل ما الاندية بتصرف ما فيه فلوس داخل